اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعين متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان في هذه التغطية الخاصة وبنتابع فيها معاكم الوضع في الصين ووضع الكورونا في الصين البلد التي جاء منها هذا الفيروس شددت الصين القيود المفروضة في العاصمة بكين للحد من انتشار فيروس كورونا في وقت بتبدأ المدينة اللي بيبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة عطلة تعيد العمال واللي من المفترض انها تستمر لمدة خمسة ايام بيعمل المسؤولون في الصين على فرض قواعد جديدة لاجراء اختبارات كوفيد للمواطنين بينما تشهد البلاد اسوء ارتفاعات في حالات الاصابة بالفيروس منذ ظهور الجائحة وفي شانجهاي قالت السلطات السبت انها لم تسجل اي اصابات يومية جديدة بكوفيد ناينتين خارج نطاق المناطق الخضاعة للحجر الصحي وهو ما يعد حدثا هاما في معركتها لاحتواء الفيروس الذي شل المدينة التي تضم خمسة وعشرين مليون نسمة وايضا اثار القلق بين السكان في بيكين قد شهدت شوارع بيكين هدوءا غير معتاد مع بداية العطلة في ظل قلق السكان من فرض السلطات المزيد من القيود وذلك خلال الفترة التي عادة ما يحرص فيها الكثيرون على الصفر والالتقاء بالعائلة والاصدقاء وقال لي احد المواطنين البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما والذي يعمل في القطاع المالي في بيكين وهو يغالب دموعه كان متأثر جدا وهو بيقول هذا التصريح بيقول انت تنظر الى مدينة اعتادت ان تكون مزدحمة والان هي فارغة وتتساءل كيف يتمكن هؤلاء الناس من البقاء على قيد الحياة وفي العاصمة التجارية الواقعة شرقي البلاد شنجهاي احتلت مشاهد البيوت والمباني المحاطة بالسياج لمنع السكان من المغادرة عنوين الاخبار في وقت بتتعلم معظم الدول الاخرى في العالم ما تتعايش مع كوفيد ايضا بتحافظ الصين على سياسة صفر كوفيد اللي بتستهدف القضاء على المرض الامر اللي بيقود الى الاحباط وبخاصة في شنجهاي حيث حبس الكثير من الناس في منازلهم منذ اكثر من شهر قد ابدا البعض ممن يعانون في العثور على الغذاء وضروريات الحياة اليومية الاخرى معارضة علنية نادرة للقيود الصارمة التي تفرضها الحكومة لكن اذا نجحت حملة صفر كوفيد فسيكون ذلك نصرا كبيرا لنهج الرئيس الصيني في عام يتوقع منه ان يؤمن فترة رئاسية ثالثة لم يسبقوا اليها اي احد ولم يتطرق المسؤولون في شنجهاي الى عدم تسجيل حالات اصابة جديدة في مؤتمرهم الصحفي اليومي ولكن وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن تلك الاخبار اذا تابعنا مع حضراتكم هذه التطورات الهامة في الصين عن كورونا تابعنا مع حضراتكم كل التطورات المتعلقة بها واخر الاجراءات التي تتخذها حكومة الصين الشعبية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا في متابعتنا في هذه التغطية من تلفزيون يوم السابع والى اللقاء